الكشف عن العصابة المالية بعد الاحتيال على 100 ألف شخص انخفاض معدل التدخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ عام النمسا ترفض حضور مؤتمر أوبك احتجاجاً على منع وسائل إعلام محكمة نمساوية تحضر استخدام فيلا مرتبطة بمقربين من بوتين 500 ألف طالب شرق النمسا يستعدون للتسعة أسابيع عطلة وفيينا تتفوق كثاني أفضل وجهة للمؤتمرات في العالم أجمل تحية عبر النمسا ميديا وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة وفي خبرنا الأول كشفت صحيفة كورير عن أكبر عصابة تختص بالعملات المشفرة والذهب والأسهم والقنب حيث تمكنت من خداع حوالي 100 ألف ضحية معظمهم نمساوين وقد جنت منهم الملايين وتم توجيه اتهامات ضد ثمانية أشخاص سرقوا 15 مليون يورو من 40 ألف ضحية ويشتبه في أن رؤساء العصابة هم من يديرون شركات أسسها أفراد العصابة وتحقق السلطات في الملف وتحذر من استياد المستثمرين بقنوات مالية عبر الإنترنت وقد تعرض المستثمرون للخسارة ولم يتلقوا أي مدفوعات ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل قريبا تباطأ معدل التضخم في النمسا خلال شهر يونيو حيث أظهرت تقديرات الإحصاءات النمساوية أن النسبة انخفضت إلى ثمانية بالمئة وعلق المدير العام للإحصاءات توبياس توماس بقوله توقف ارتفاع معدل التضخم في يونيو ووفقا للتقديرات الأولية انخفضت النسبة إلى واحد بالمئة بعد أن كانت تسعة بالمئة في مايو وهذا يعد أدنى مستوى له منذ مايو عشرين اثنين وعشرين وتعود أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار الوقود وتباطؤ زيادة الأسعار في السياحة وأسعار المواد الغذائية رفض وزير الخارجية النمساوي حضور مؤتمر أوبيك المزمع عقده في فيينا الأسبوع المقبل بالاحتجاجا على قرار المنظمة بمنع عدد من الوكالات الإخبارية البارزة من الحضور وأكد الوزير أن هرية الأعلام وتغطية التطورات السياسية هي أساس المجتمع الديمقراطي ولم توضح أوبيك أسباب الحضر ولكن تقاريرا تشير إلى تأثير وزير الطاقة السعودي الذي يسعى لرفع أسعار النفط ويعد هذا القرار تصعيدا في التوتر بين أوبيك وبعض وسائل الإعلام بعد منع رويترز وبلومبيرك وولد سريت جورنال من حضور اجتماع سابق في فيينا حكمت المحكمة الإدارية في ولاية تيرول بحضر استخدام فيلا كيتسوبلير المزعم أنها تعود لشركة استثمارية مرتبطة بمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمسكن ترفيهي وقد اعتبرت الفيلا مبنى سكنيا دائما طوال العام بينما استخدمت في السابق لأغراض الترفيه والعطلات وقد بدأ الأمر بملاحظة تقدمت بها بلدية مدينة كيتسوب هيل تفيد بأن ماريا الإبنة الكبرى للرئيس بوتين وزوجها يستخدمونها وقد تم شراء العقار بواسطة الأوليغارش الروسي أركادي روتينبيرغ ورفضت الشركة المالكة تقديم دليل على استخدام الفيلا كمسكن دائم بدأت العطلة الصيفية في مقاطعات فيينا والنمسا السفلة وبورغلاند مع حوالي خمسمائة ألف طالب لتسعة أسابيع وتشهد البرامج الصيفية ازدهارا حيث من المتوقع يشارك أكثر من ثلاثين ألف طالب فيها ودعا حزب اس بي او لتوفير دروس خصوصية مجانية للطلاب الذين يخضعون الامتحانات النهائية ومن المتوقع زيادة حركة المرور خلال العطلة وقد تشهد المنطقة ازدحاما خلال الأحداث الكبرى وتهدف الخطوة إلى تحسين فرص النجاح وتعزيز المساواة التعليمية نجحت فيينا في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز مدن المؤتمرات في العالم خلال العام الماضي حيث حصلت على المركز الثاني في تصنيف اتحاد الجمعيات الدولية او اي اا والمركز الأول في تصنيف الرابط الدولية للاجتماعات والمؤتمرات اي سي سي اا استضافت فيينا مائتين واثنين وخمسين مؤتمرا واجتماعا العام الماضي متفوق على مدن عالمية مثل سانكافورا والتوكيو والاشبونة وتم اعتبار المؤتمرات الافتراضية والهجينة ايضا في التصنيف ويعكس هذا التفوق الأداء الممتاز لصناعة المؤتمرات في فيينا وتعاون جميع الأطراف المشاركة في هذا المجال وقد حصلت النمسا على المركز الثامن عالميا في تصنيف او اي اا وتستمر فيينا بالتألق دائما كعادتها كانت هذه نشرتنا لهذا الاسبوع لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات ليصلكم كل جديد كنت معكم انا هيفا شكرا لحسن المتابعة القاكم في نشرات اللاحقة الى اللقاء